مع تواتر معلومات بعزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لمسؤولين إسرائيليين بمن فيهم بنيمين نتنياهو طرحت العديد من التساؤلات عن جد والخطوة في حال إقرارها وإمكانية اعتقالهم عملياً أولاً لابد أن نشير إلى أن هناك تحقيقاً مفتوحاً في المحكمة بشبهة ارتكاب جرائم حرب الحروب الإسرائيلية السابقة على غزة وانتهاكاتها في القدس والضفة الغربية ففي مارس 2021 أعلن المدعي العام للمحكمة عن فتح تحقيق لبحث الأوضاع في فلسطين بعد أن أقرت المحكمة بأن نطاق ولياتها يمتد إلى الأراضي الفلسطينية ومع اندلاع الحرب الأخيرة في غزة بعد طوفان الأقصى تلقى مكتب المدعي العام الحالي كريم خان عدة إحالات بشأن الوضع في فلسطين كان آخرها في يناير الماضي عندما أحالة تشيري والمكسيك ملف العدوان الإسرائيلي إلى المحكمة للتحقيق في جرائم حرب محتملة يحدد نظام روما الأساسي للمحكمة في المادة الخامسة من متنه نطاق اختصاصها لتشمل أكثر الجرائم خطورة ذات الاهتمام العالمي وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي النظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعدوان ولأن المحكمة تتميز عن الهيئات القضائية الدولية الأخرى في أن اختصاصها ينحصر في تحديد المسؤولية على الأفراد فإن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وفقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام الأساسي كما أن المحكمة لا تعتد بالصفة الرسمية للأشخاص لهذا فإن النظام يطبق على جميع الأفراد بصورة متساوية دون تمييز ولا تحل الحصانات التي قد ترتبط بالصفة الرسمية دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص سواء كان في إطار القانون المحلي أو الدولي كما ينص البند الثاني من المادة السابعة والعشرين من نظام روما المؤسس المحكمة هذه المادة انطبقت على حالات عدة لعل أبرزها إصدار المحكمة وذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعوة مسؤوليته عن جرائم حرب اقترفت في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 كما سبق للمحكمة أصدرت مذكرة توقيف للرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2009 بتهم إبادة جماعية في دارفور كانت الأولى من نوعها ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه إلا أنها لم تنفذ حتى عندما زار البشير دولا موقعة على نظام روما أما بالنسبة لإسرائيل وفي حال صدور مذكرات التوقيف فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها لأنها ليست عضوا في المحكمة وغير موقعة على نظام روما لكن سيتعين على الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة تنفيذ مذكرات التوقيف وهذا يعني أن بنيمين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الذين قد تشملهم المذكرة لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الموقعة على نظام روما لأنها ستكون ملزمة قانونيا بتوقيفهم على الأقل من الناحية المظرية معنا من القدس المحامي والباحث القانوني على محاجنة أستاذ محاجنة حتى الآن المعلومات الإسرائيلية والتخوف الإسرائيلي من أن مذكرة التوقيف قد تصدر من المحكمة الجنائية الدولية هل تشير المعلومات ربما إلى أن هذه المذكرة قد تصدر فعلا قد يصدر المدعي العام في المحكمة كريم خان أمرا باعتقال رئيس وزراء إسرائيل يعني يوجد عدة عديد من الشائعات وبعضها أيضا تتداول داخل الإعلام الإسرائيلي وأروقة المكاتب الإسرائيلية ومكاتب الحكومة الإسرائيلية ومفاد هذه الإشعاعات أنه كريم خان طبعا المدعي العام في جنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال والعديد من التقارير الإسرائيلية تشير أنها سوف تطال طبعا رأس الهرم بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا بالإضافة إلى وزير الدفاع يو آف جالانت وأيضا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أي قمة الهرم الإسرائيلي والتي تقف على رأس الحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر ولكن من جهة أخرى طبعا يجب علينا أيضا أن نتذكر أنه حتى الآن لا نرى أنه يوجد تغيير في المواقف الدولية من الحرب على غزة بمعنى أن الدول العظمى مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإن كانت تنتقد إسرائيل قليلا أكثر من السابق لكن مواقفها ما زالت ثابتة وهي ما زالت تدعم إسرائيل في هذه الحرب فبالتالي الأمر الذي يثير التساؤلات هل حدث تغيير سياسي أو مناخ سياسي تغير يهيئ لإصدار مثل هذه المذكرات تعتقد أن قرار المدعي العام في المحكمة هو سياسي وليس قانوني يستند على الأدلة باعتقادي أن القرار كقرار يجب أن يكون قانوني والأدلة طبعا توافقت منذ حين ومنذ فترة يعني منذ أشهر يوجد هناك أدلة دامغة بالنسبة لارتكاب إسرائيل في قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وحتى جريمة الإبادة الجماعية يعني نحن تابعنا القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير من هذه السنة ووفق هذا القرار ذكرت المحكمة أنه للوهلة الأولى يوجد صحة في إدعاة جنوب أفريقيا بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم إبادة جماعية فبالتالي باعتقادي من الناحية القانونية البحتة فقد توافقت الشروط طبعا وقد أثبتت الأدلة حتى على مرأة من الجميع الحرب هي مصورة وتنقل إلى أمام الجميع فمن ناحية الأدلة باعتقادي أنها توافقت وأنه يوجد تحقيق لهذه الأدلة ولهذه الظروف ولكن باعتقادي أن القرار هو بالأساس ليس قانوني وإنما سياسي طبعا هذا ما يفسر أن الأوامر التي صدرت عن المحكمة منذ تأسيسها عام 2002 حتى اليوم هي أوامر اختصت في دول عالم ثالث أو دول أفريقية فبالتالي لم تصدر مثل هذه المذكرات ضد دول عظمة في استثناء واحد وهو روسيا طبعا حيث صدرت مذكرات اعتقال ضد فلاديمير بوتين وأيضا ضد قيادة عسكرية وسياسية روسية أخرى ولكن هناك حالة خاصة توافقت فيها الإرادة السياسية ضد روسيا في حربها على أوكرانيا الأمر الذي مهد لإصدار مثل هذه المذكرات أنا برأيي لا تتوافق هذه الظروف بالنسبة للحرب الإسرائيلية حرب الإبادة الجمعية التي تشنها إسرائيل على غزها في هذه المرحلة طيب في حال صدرت أستاذ محاجني هذه المذكرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء إسرائيل ورئيس الأركان موزير الدفاع ماذا يعني ما خطورة ذلك لأن إسرائيل تبدو مرتبكة جدا وخائفة نعم باعتقادي إذا صدقت هذه الأحاديث وإذا صدقت هذه الإشعاعات ولم تكن طبعا لعبة سياسية تمارسها أمريكا كما سوف أذكر راحقا أو حتى إسرائيل ذاتها باعتقادي أن هذا منحنى ومنعطف خطير من حيث وجهة النظر الإسرائيلية سوف تصبح هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة رفيعة الشأن مثل محكمة الجنائية الدولية قرارات لها مفعول وأثر واضح ضد قيادة سياسية وقيادة عسكرية إسرائيلية باعتقادي أن هذا سوف يغير منح الحرب تماما إذا حدث وإذا تحقق بمعنى أن إسرائيل طبعا وحتى سوف يغير الوقاء على الأرض باعتقادي أن إسرائيل سوف تخشى أن تدخل رفح في ظل هذه الظروف على اعتبار أن كل القيادة العسكرية والقيادة السياسية سوف تكون طبعا في مهب الريح بمعنى أنها سوف تتعرض للاعتقال إذا تركت إسرائيل وإذا ما زارت إحدى الدول الأوروبية أو أحدى من الدول 123 التي انضمت إلى معاد روما الذي أسس الجنائية الدولية باعتقاد هذا تطور خطير وهذا يفسر طبعا الارتباك الإسرائيلي الذي نراه بالإعلام وأيضا ينعكس على الاجتماعات الدورية والحثيثة التي يشجريها بن يمين نتنياهو مع الكابينيت ومع طاقم حكومته وأيضا مع التواقم القانونية ولكن أنا برأيي يجب أن نتذكر جيدا أنه ما زالت هناك لم تتوفر الظروف السياسية التي تمهد إلى إصدار مثل هذا القرار وهذا يدعونا للتساؤل ما وراء هذه الأخبار ولماذا بهذا التوقيت ولماذا بهذه الفترة بحسب الأخبار يا أستاذ يوجد عدة تفسيرات نعم سأسألك عنها بحسب ما نقرأ فإن إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط سياسية تأكيدا لكلامك هناك ضغوط سياسية على المحكمة لعدم إصدار هذه المذكرة لكن هل بوسع الولايات المتحدة فعلا ممارسة هذه الضغوط وهل تستجيب المحكمة بالنظر إلى أن واشنطن ليست عضوا فيها وليست موقعة على نظام روما الأساسي فلماذا تستجيب لضغوط أمريكية؟ صحيح أمريكا وأيضا إسرائيل وحتى روسيا هي ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية وهي ليست موقعة على معاهدة روما فبالتالي لا يوجد لها موقف رسمي أو لا يوجد لها تأثير رسمي مباشر على المحكمة من جهة أخرى لا يمكننا أن نغفل عن الدور الريادي والكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة في السياسة العالمية وخاصة من خلال أيضا حلفائها الذين هم جزء لهذه المعاهدة والذين هم جزء من هذه المحكمة نحن نتحدث عن الدول الأوروبية الكبرى نحن نتحدث عن ألمانيا عن بريطانيا وفرنسا وجميع الدول الأوروبية الأخرى التي هي مشاركة في هذه المحكمة والتي هي مشاركة في معاهدة روما فبالتالي أمريكا وحتى لم تكن مشاركة مباشرة في المعاهدة هي يوجد لديها إمكانيات تأثير كبيرة إن كان عن طريق غير مباشر وإن كان عن طريق الدول المشاركة باعتقادي ويوجد تفسيرات كهذه ترجح أن هذه الأحاديث الآن التي تدور عن إصدار مذكرات اعتقال مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنه يوجد خلاف سياسي ما بين بن يمينة هو الإدارة الأمريكية ومنها موضوع رفح ودخول رفح فبالتالي صدور مثل هذه الأحاديث يمكن أن يثني نتنياهو أو يجعله يخشى من الإقدام على مثل هذه الخطوة على اعتبار أنه واقع تحت الدهديد ولكن من جهة أخرى نحن نرى أيضا أنه يوجد تفسيرات ويمكن أن تكون هذه التفسيرات لها بعض المنطق أيضا أنه صحيح أنه يوجد هناك بعض التطور في مجال التحقيقات التي تم فتحها للتفكير عام 2021 وليس خلال هذه الحرب بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومنها غزة من حيث الحروبات السابقة صحيح أنه يوجد تحقيقات سابقة ولكن على ما يبدو أنه حدثت ثغرة أو حدثت تطور في هذه التحقيقات ولكن إسرائيل تستعمل هذا التطور من أجل التهويل ونتنياهو سوف يستفيد أيضا من هذا الأمر عندما طبعا هو لا يستطيع دخول رفاح بدون موافقة أمريكية وإذا لم تأتي الموافقة الأمريكية هو سوف يكون مطالب بالكيام بذلك أمام الأوساط اليمينية في حكومته وأيضا الأوساط اليمينية داخل المجتمع الإسرائيلي فبالتالي إذا لوح بشبح الجنائية الدولية يمكن أن يكون له غطاء سياسي أنه لا يكون بذلك خشية على كيادات الجيش وخشية على كيادات الدولة مفهوم طيب أستاذ محاجني في حال صدرت هذه المذكرة الآن هذا يعني كما قلت أنت قبل قليل أن نتنياهو لن يستطيع زيارة 123 دولة هي عضو في المحكمة يعني نتنياهو سيكون وقادة إسرائيل سيكون أشبه بحصار لا يمكن زيارة باريس أو لندن أو برلين لأن هذه الدول ملزمة قانونا باعتقالها أليس كذلك؟ نعم صحيح هذا هي الخطورة التي أردت الإشارة إليها أنه من جهة لا يوجد شرطة أو لا يوجد كوة تستطيع تنفيذ هذه الأوامر يعني محكمة الجينيات لا تمتلك شرطة أو جيش يمكنها إحضار الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ولكن ما يمكن فعله هو إلزام قانوني يلزم الدول الموقعة وهي أكثر من 120 دولة ومعظم الدول الأوروبية موقعة أيضا على هذه المعاهدة بتسليم أي شخص ورد اسمه بمذكرة اعتقال فإن لم تسلم فإن لم تلتزم ماذا يحصل؟ نعم يعني يوجد صوابك بهذا الخصوص حيث عمر البشير قبل عدة سنوات كانت هناك مذكرة بحق عمر البشير وهو رئيس السودان الصابق بسبب الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور في السودان أتى عمر البشير إلى الأردن وطبعا الأردن رفضت تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتقادي يعني لا يوجد إلزام بمعنى يعني يوجد إلزام قانوني أخلاقي ولكن لا يوجد إلزام بمعنى أنه يمكن إجبار دورة معينة على القيام بتسليم شخص معين وأيضا يمكن عدم الإعلان عن هذه الزيارات يمكن أن تكون زيارات سرية طبعا لا يدري عنها الإعلام ولا يدري عنها لا تدري عنها المحكمة الجنائية فبالتالي يعني نحن نتحدث عن حصار ولكن يمكن يمكن لهذا الحصار طبعا التجاوز هذا الحصار أو التحايل على هذا الحصار من خلال عدم تعاون الدول مع هذه المذكرة ولكن باعتقادي حتى مع هذا التحايل وحتى مع محاولات هذا التحايل وعدم إبلاغ المحكمة وعدم الإنسياع لها الأمر يشكل عقبة كبيرة أمام الإسرائيليين وأمام الدولة الإسرائيلية إذا مصدرت هذه المذكرات والموضوع هو ليس فقط من الناحية القانونية الموضوع أيضا من الناحية المعنوية ومن الناحية الشرعية يعني إسرائيل تالما قلقت على شرعيتها الدولية عندما قامت جنوب أفريكا بتقديم دعوة أمام المحكمة العدل الدولية أثار هذا غضب إسرائيل جدا مع العلم أن إسرائيل يمكن أن لا تنصاع إلى أي أوامر تصدر عن محكمة العدل الدولية ولكن الأمر الذي أقلقها والأمر الذي ما زال يكلكه حتى الآن وصحب الشرعية السياسية وصورتها بالعالم وأيضا إجبار الدول المشاركة في هذه المحاكم بطبيعة الحال وبنهاية الأمر من التعاون مثل هذه المذكرات شكرا جزيلا المحامي والبحث القانوني على محاجن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر